مجلس النواب موافقة الاقتراحين برغبة وإحالتهما للحكومة المهقرة بدأت جلسة مجلس النواب اليوم باستعراض ردود وزيرة الصحة حول استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2014 إضافة إلى أسباب انتشار مرض السرطان وزيرة الصحة كانت متجاوبة جدا مع أنه عطتنا الرقم الصحية ونتمنى أن يكون هناك خطط من قبل الحكومة على أساس الحد من انتشار هذا المرض في البحرين رد الوزيرة طبعا على أساس أنه هذه الخدمة مستندة للمحكمة الدستورية نحن ما اختلفنا معاها في المحكمة الدستورية لكن اختلفنا معاها في الاحتكار وعدم استحصال وعدم مقدرتهم على تطوير كفاءة المستشفيات من خلال هذه الرسوم وإلا لماذا فرضت؟ تم الرد من قبل الوزارة الصحة على قانونية من خلال سواء كان من الدستور أو قانون العمل الصادر سابقا بالإضافة إلى عدد من المعلومات التي قدمناها فيما يخص تكلفة العلاج بالنسبة إلى العمال سواء كان البحرينيين والأجانب أما السؤال الثاني فكان السؤال حول بعيد شرعا الجميع مرض الصراطان ومدى انتشاره في مملكة البحرين والأسباب التي أدت إلى انتشار هذا المرض وكيفية تعامل وزارة هذه الصحة في خفض العدد المرضى صراطان وعلاجهم أما السؤال الذي تم توجيهه إلى وزير شؤون الشباب والرياضة كان حول أبرز معالم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب نتمنى نحن كسلطة تشريعية معنية بلجنة الشباب والرياضة بإبداء المقترحات والرغبات والقواني التي تصب في صالح وزارة شؤون الشباب والرياضة ومنها نحن في دراسة إلى مشروع إنشاء صندوق لدعم الشباب يعني بالأمور التي هي بالإنشاء المراكز الشبابي والأندية نحن حاولنا نغطي جميع المجالات المسؤولة عنها وزارة الشباب والرياضة سواء كان قطاع الأندية أو قطاع الشباب أو المراكز الشبابية أو البنية التحتية الرياضية ويمكن من خلال تقييمهم للإستراتيجية وجدوها أن هي استراتيجية شاملة كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون العقوبات وإحالته إلى مجلس الشورى قانون هذا يحمي المواطن البحريني بالدرجة الأولى من الأعمال الإرهابية وما حصل كلنا نتذكر عزبة البحرين ويعني ما يقوموا به رجال الأمن من دور في الحقيقة لحماية هذا المجتمع إلا وهناك شباب مقررين بهم ووضعنا هذا الغانون للحد من هذه الظاهرة هذا وقد أصدر مجلس نوا بيانا يندد فيه بقرار البرلمان الأوروبي وبتدخله في الشأن الداخلي للبحرين سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين